بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدان بعد ما بينتهي رمضان في شوية أسئلة بتبقى عندنا مهمة جدا 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 وخاصة وإحنا بنتكلم على حلقات يلا نبني وإحنا خلاص حلقات يلا نبني بيكون نظرنا فيه إلى مستقبل إلى أولادنا فبيبقى عندنا حاجة مهمة جدا 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 إن الأباء والأمهات بيبقى عندهم تساؤل تساؤل مهم جدا جدا بعد ما ينتهي رمضان أولادنا قبلوا بلاء حسنا في رمضان أولادنا صاموا اكتهدوا وفرحنا بيهم هل ممكن يستمروا على العبادة بعد رمضان فبينشوف أمهات وأباء بيفرحوا لما ييجي رمضان عشان ده فرصة لأولادهم عشان يتعودوا على العبادة وهم بيقولولهم كده بالصريح المريح بيقولولهم كده رمضان ده عامل زي معسكر تدريبي عشان تتدربوا فيه على العبادة ويبقى مناهم أنهم يفضلوا مكملين وسبتين بعد رمضان على حالهم ده لدرجة أن بعض المربين بيعبروا عن رغبتهم وحرسهم على تحفيز أولادهم على الطاعة والسبات عليها فيصوروا لأولادهم أن رمضان زي المارسون سباء فاللي بيفوس في رمضان هو اللي بيفوس في المارسون ده طب تفوس في رمضان إزاي؟ أنه يعمل أكتر ويختم أكتر ويصلي أكتر ويتصدق أكتر كل أكتر كلمة أغلب أعظم كلمة بتتكرر عندي في أهذان الأولاد أكتر أكتر حتى إحنا كبار أكتر 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 مع إني إن أكرمكم عند الله أتقاكم ويمع إني التقوى ها هنا لكن يبقى كلمة أكتر هي الكلمة الحاكمة إحنا نجد من دلوقتي في التربية مش من الكلمة في أي دلوقتي في تفاضل أعمال الصالح إحنا نجد في التربية فيبقى الأولاد حاسين بإيه؟ نفس الإحساس اللي بيخليهم يكتبوا يكتبوا الواجب عشر مرات عشان يحفظوه فيبقى الأولاد حاسين إن العبادات عب بس بيحاولوا عشان يحصلوا على أكبر قدر من الحسنات يعملوا عبادات دي طب بعد رمضان إيه اللي حصل؟ وبعد رمضان خلاص؟ خلصنا نمتحانات يبقى نعمل إيه؟ ما فيه إرتباطات شرطية إحنا بننشأها في أزان الأولاد إيه اللي ارتباط؟ إيه اللي ارتباط الشرط حصل؟ خلاص؟ هم حصلوا اللي هم عايزين من الحسنات وخلاص يبقى بعد رمضان إيه بقى؟ أي ما رمضان ده إحنا سورنانا من رمضان سجن مع إن رمضان زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس لا رمضان من السجن ده رمضان في الصيام فإنه لي وأنا أجزبه هكذا تكلمه صلى الله عليه وسلم في مراوعة الرب العزة يبقى إيه اللي رمضان ده واحة وراحة لكن إحنا فهمناه إن رمضان سجن فلما يخلص رمضان خلاص أرجع أعمل كل حاجة بقى برحتي منع حصلت الحسنات وقت لما أبقى عايز أعمل حسنات هارجع تاني للعبادة حتى إن بعض المربين أنا ليه بقول كلمة المربين لإن الكلام ده ما بيقاش قصة على الوالدين بس ده بيتقال كده مدرسين في المدارس بيتقال كده الأقارب بيتقال كده الأجداء بيتقال كل الناس اللي بيحاولوا بيقالوا الناس في المساجد كمان كثير من الناس لما تيجي تكلم على تربية الأولاد لغاية دلوقتي بيقولوا كده حتى إن بعض المربين لما مثلاً ابنهم يترك عبادة بعد رمضان أو يعمل زم تقولوا إيه أنت كده ضيعت الحسنات إيه ده إيه اللغبات بص القانون إيه اللغبات الدنيا إنت كده ضيعت الحسنات اللي عملتها في رمضان يعني يبقى القانون إيه مش إن الحسنات يذهبنا السيئات لا وإن السيئات يذهبنا الحسنات فيتكرس عند الولد أو عند ابننا إن الطاعة جاي عشان الرصيد لأرقام وكأنه بيتعامل مع الله معاملة الإله التاجر إحنا هنتعامل مع ربنا إن إحنا بنتاجر معنا بنتاجر معنا يعني إيه أنا هديله شوية رصيد يشلهم لي بقى آه طب ما هو يشل لي شوية الرصيد ده أسحب منهم بقى أثناء الحياة أنا بتكلم على اللي تربع عليك أجيال أستطيع إن أنا أسحب من الرصيد ده على طول لكنه ما راحش عامل ربنا على إنه غير إنه تاجر فبدل ما رب أولادنا على العبودية لله إنه عبد لله إن إحنا نعبد الله سبحانه وتعالى لأنه الله الله سبحانه وتعالى إيه اللي حاصل الله لطيف بعبادي الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحببكم الله لا إن من ربهمش على العبودية نربيهم على إيه نربيهم على التعبد السوري من أجل المصلحة أنا عندي مصلحة صلى وصمى لأجل أمر كان يطلبه خلاص وفي بعض المربين بيمارسوا التقنيب والتعنيب مع أولادهم عشان يحسوهم على الاستمرار في العبادة فالابن يحس بعدم القبول إيه اللي يدخل العبادة في التهزيق وإن أنت مش بني آدم وإن أنت مش ابني أنا كإنسان مش مقبول من بابا وماما آه لكن كمان أشعر بإن أنا مش مقبول حتى من ربنا فالشعور بعدم القبول ده بيتعمق معاه ويحس من جواه إن كمان ده ربنا مش قابلني أنا كنت مشيها أن بابا وماما مش قابلني لكن ربنا كمان مش قابلني لأنه طردني من رحمته طردني من سحته وخلاص فالأولاد يبتدوا يوصلوا إلى مرحلة وخاصة بقى في جيل زد ده وخاصة في سن المراهقة يبتد الأولاد بعد ما يبلغوا وإحنا بيتعامل معهم بالطريقة دي يبتدوا في مرحلة اسمها الاستبياع ما بيحوقش فيهم كلام لأنهم قرروا خلاص مش هو ربنا سبحانه وتعالى بيعملنا زي ما انتوا بتعاملونا إن احنا لو ما دفعناش وإذا ما بقناش كويسين وإذا ما بقناش عنوان لنجاحه إن احنا نجح النواة يبقى عنده عباد وإنتوا زي ما انتوا نجحتوا إن انتوا تربونا يبقى مش هيحبنا طب خلاص حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن من أداب التعليم عدم اللوم سيدنا معاوية بن الحجم لما عطس رجل أثناء الصلاة فقال ارحمكم الله فصار الصحابة مصمتونه ويسكت فيقول إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما كهرني ولا نهرني ولكن قال يا أخي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس سيدنا تعالوا بقى نشوف كمان الأصغر سيدنا أنس بن مالك سيدنا أنس بن مالك يقول خدمت رسول الله عشر سنين مامته والدته مامة أنس بن مالك والدته هو عنده عشر سنين فراح لرسول الله فيقول فلم يقول لي لشيء فعلته لي ما فعلته ولا لشيء انتركته لي ما تركته عشان يتعود على التجربة وأخذ القرارات فمدخل التعبد لزيادة الرصيد من الحسنات اللي احنا بندخله مع أولادنا في رمضان ومدخل التأنيب والتعنيف يخليهم محطوطين ما بين زي ما بيقولوا كده ما بين راحتين ما بين الراحتين ما بين المطرقة والسندان وإيه اللي يحصل فنفضل نضغط عليه وده من أخطر المداخل اللي احنا بنعملها في أولادنا العلاقة ما بين أولادنا وعياننا وبين مولانا سبحانه وتعالى بنفسدها بنفسدها لأن احنا بنخليهم بتتفسد علاقتهم بنفسهم وبالحياة كمان ايه المدخل بقى الصحيح لتنشئة أولادنا اللي تضمننا معنا فكرة كمان مش تضمننا إن في الأخذ خالص إنك لا تهدي من أحبابته ولكن الله يهدي ما يشاء كل واحد فينا بفاكر إنه هو اللي يعمله ده هو اللي يهدي ابنه لا احنا عندنا مولانا سبحانه وتعالى وأولادنا عباد لله طب إيه اللي يخلينا نقدر نمشي في الطريق ده ونحس شوية بإن احنا عملنا اللي علينا مع أولادنا عشان يستمروا في العبادة بعد رمضان بل يستمروا في العبادة طول حياتهم فيه خمس أولويات مهمة إن الأباء والأمهات يرعوهم في تربية أولادهم عشان يثبتوا على العبادة أول حاجة غرس حقيقة محبة الله وإن ربنا لا يمكن نترده من ساحته وإن الله سبحانه وتعالى لما أتى ويكلم عن قربه مننا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ما أعلم مش فإني سأتقرب فإني قريب وكأنها حقيقة لا تتغير حقيقة في العلاقة وبين العبد وبين ربي بأن الله قريب وإنه يتعود إن هو إيه إن ربنا بيتودد إليه بالنعم نفسه يتعود إن ربنا بينفسه وهو يتودد إليه فأسأله طب ربنا أجرع عليك نفسك ليه عشان بيحبك فهو وحدة وحدة لما يتعود إن ربنا في كل حاجة بيحبه يتعود إن هو ما يسيبهوش طبعا أنا أروح له أروح لللي بيحبني بناء العقل الإنساني مابني على كده أروح لللي بيحبني لما عودوا إن ربنا بيحبوا وإن ربنا ودود وإن ربنا رحيم وإن ربنا كريم الولد يتعود على إنه يروح للي بيحبه وده من أكتر المداخل اللي ممكن تساعدنا على إن أولادنا يتعودوا على شعود نعم الله سبحانه وتعالى ويفرحوا بيها وبعد شوية نبتدي نتكلمهم عن استثمار النعم دي بقى في حياتهم استثمارها ويعلمهم إن قدراتهم دي ومهاراتهم وكل حاجة دي عبارة عن إيه؟ عن نعم الله تاني حاجة نغرس فيهم حب الطاعة ليه بقى؟ لكونها وسيلة لوصال الله وطلب رضاه يعني أنا بعود ربنا ليه؟ مش عشان الحسنات إنت لما هتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هتاخد أربعين حسنا لا أقوله لأن الله يحب السلام فأنت لما بتسلم على حد ربنا بيحبك ربنا أنت كده رضيت ربنا أسمعت ربنا ما يحب فالولد يتعود على كده لما رب أولادنا على إن الله يحبهم وإن الطاعة وسيلة لوصال من نحب يبقى أول خالص يوف كده الترتيب ربنا نحب الله ثم نحب الطاعة التي توصلنا إلى حب الله وإلى حب مرضات الله وإن إحنا نبقى قاربين من الله ونعرفوا إن الطاعة جاءت للتكريم مش عبارة عن عبء ولا وسيلة لتحصيل الأرقام أرقام الحسنات لازم أغرس ده في أولادي أنا أقول لك إيه؟ ما نخايف إختراع عمله التدين الكمي ونجح فيه إيه هي؟ ما إحنا لازم نعمل تحفيز للأولاد إيه أوعى تعمل تحفيز ده لأولاد التحفيز الحقيقي هو النعمة هو القيمة هو الجمال هو المعنى إحنا اللي ربنا أولادنا على إنهما ما كان فلما الما كان هلوقت عاييجي يقول لك أنا عطلت شوف أنت عملت إيه في الولد؟ لما علمتوا إنهما ما كان بيعطل زي زي ايه حاجة تالت حاجة لازم تغرسها فيه غرس حقيقة إن العبادة حياة يعني إيه العبادة حياة؟ العبادة مش إيه؟ مش موسم العبادة إيه؟ حياة يعني جاية عشان نعيش بيها وكتير من أولادنا بيحسوا بإنه فيه فجوة بين العبادة وبين حياتهم فلازم نعلمه من العبادة حياة قل إنه صلاتي ونسك يوم حياة يوم ماتي لله رب العالمين يبقى لازم نعلمه إنه فيه مسجدين المسجد الأصغر اللي هو المسجد اللي بيصلي فيه يوم الجمعة والجماعة وفي المسجد الأكبر اللي هو الحياة يبقى حضرت نبي قال لنا إيه؟ قال لنا إيه؟ وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورة يبقى الحياة كلها مسجد فالعبادة بتسري في صلب الحياة فالباس ما فيه وجه أخيك صادقة عبادة والحفاظ على الصحة عبادة والتعلم عبادة فيه يبقى الولد حاسس إنه ممكن يكمل في رمضان حتى لو إنه قلبه مبقاش متعلق بالصيام زي ما كان متعلق في رمضان ما سواء عنده عبادات تانية وإحنا نفسنا لازم نغير تفكرنا مع أولادنا كده يبقى إيه إيه اللي حاصل؟ يبقى بعد كده التجمل للرشيد اللي واحد لما يتجمل تجمل رشيد ومنضبط عبادة إن الله جميل وإن يحب الجمال المعنى الرابع إحنا عايزين نغرس في أولادنا إن حقيقة إن جوهر الدين هو الأخلاق إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ابو عسل لو تم مكارم الأخلاق فهمهم إن ربي أولادنا على إن جوهر الدين هو القيم اللي بنعيش فيها أنا أقول لكم حاجة سر كده بيني وبينكم أولادنا أنا أعتبر أولادنا مش شامعين إحنا ليه بنخلي أولادنا نهتم بالصيام نهتم بالصلاة نهتم بكده عشان سورتنا إحنا قدام الناس مش عشان الدين يتغلغل في قلوب أولادنا عارفين ليه؟ لأن إحنا لو مهتمين بالأخلاق وبالقيم بالأخلاق وبالقيم هنهتم من قلوبهم تبقى من لدينا نور لكن إحنا عايزين نبقى قدام الناس إن إحنا نجحنا في تربيتهم إحنا عايزين نخليهم وقفين على باب مولاهم وعشان كده لازم نعيشهم الحياة بالقيم بالرحمة والخير والجمال وكل ما كنت إنت مربي بترب نفسك إنت أصلاً إنت نفسك على القيم كل ما كان ده محفز لأولادك إن هم يثبتوا على القيم رقم خمسة والمعنى الخامسة اللي ساعدنا ده غرس عبادة حب الحياة إن نعلم الأولادنا إن الحياة دي جاي عشان تتحب من عامل صالحة من ذكر أنه أونسة وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة فالحياة نعمة وما تخلط لهمش ما بين الحياة والدنيا ويبقى من علامات الإيمان حب الحياة فنعلمهم إنه من شكر نعمة ربنا إنه إحنا نحب الحياة ونستثمر الحياة ونعيش في الحياة بالأخلاق فيحسوا بوسع نعمة ربنا ويعيشوا إن الحياة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نعمل إيه بقى؟ تعالوا نشوف شوية إجراءات بقى عشان نحقق فيها الكلام ده يا سادة رمضان لازم نعلم الأولاد إنه لسه حياتنا مستمرة مع الله تعالوا نعمل شوية حاجات كده إجراءات لطيفة خارسة أول حاجة لازم كل يوم أصبح عليه أقول له أقول لي يا ابني كده حمدت حبيبك على نعمة الحياة قلوا الحمد لله على أن أنت معايا الحمد لله على أنك أنعمت على حياتي علي بحياتي الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا علموا أولادكم إن يوم يصبحوا الصبح يحمدوا حبيبهم يحمدوا اللي بينعم عليهم يحمدوا اللي مغرأهم في نعمه فلازم يقول كده فيحمدوا الصبح اورالليل ده إذا ما كان شوية يحمد ربنا على كل نعمة هو بيشوفه ويا سلام بقى لو انا عملت اجراء لطيف وعلمت ابني ان كل ما ينجح في حاجة يقول الحمد لله على التوفيق تاني اجراء انا شايفه مهم نحدد يوم كل اسبوع نقعد فيه كاسرة نجتمع على عبادة عبادة من عمل مشترك نجبر بخطر حد نروح نساعد حد نعمل عمل تطوعي ندخل فرحة على قلب حد نروح نواسي حد نعمل كل الكلام ده مع بعض فإيه اللي حاصل فالعبادة تتغير مفهومة عندنا احنا كمان عايزين نعمل في البيت كده حاجة اسمها ديوان الحب كل واحد فينا يكتب ولو خاطرة كل اسبوع عن حب ربنا ندرب اولادنا عن تعبيرهم عن حب ربنا سبحانه وتعالى ويبقى في البيت عندنا كده اسمه ديوان الحب فاحنا بنحب ربنا سبحانه وتعالى كمان خلينا نعمل دعاء ندعوه دايما ونتعود عليه في الصباح والمساء ندعوه ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء ده عشان ايه اللي حاصل عشان نعود اولادنا على ان يومنا كله مليان محب نقول كده المولانا اللهم اعننا على حسن عبادتك بحب الحياة وفقنا لنرى جمال ودك في كل نفس من انفاس حياتنا لو حصل ده نقول كده اللهم اعننا على حسن عبادتك بحب الحياة ووفقنا ان نرى جمال ودك في كل نفس من انفاس حياتنا ان العبد لمولاه كده اولادنا يفهموا الكلام ده ويفهموا الكلام ده فهم صحيح وصعيدة على الابادة هتبقى نعمة ومتعة وسعادة ووسع وود وجمال وخير ورحمة يا سلام احنا يبدو ان احنا محتاجين شوية احنا نغير من نفسنا يبدو ان احنا عشنا والاجيال دي ده العين لامداء لاجيال اتربت على انهم بيتعاملوا مع الاله التاجر واحنا بيتعامل مع الله كل ما جاء على بالك فالله على خلاف ذلك الله لم يحتاج ارقامنا وهذا ليس تقليل من العبادة ولا من الحسنات ولكن وضع الاشياء في النصبه نحن نعبد الله لانه الله وهو سيتفضل علينا بعطاء بالحسنات الحسنة معناها فرد فهو سيتفضل علينا لانه يحبنا لا لاننا دفعنا ثمنا لابد ان ناخذ مقابلا منه فالحمد الله على ان الله كريم حمد الله على ان الله ودود حمد الله على ان الله سبحانه وتعالى والذي ربنا على حسن معاملته مازلنا يا سيدي مازلنا وصفحتنا على الفيسبوك صفحة بالنمج ولا تعسره هي الجسر الموصول بيننا عشان نفضل مع بعض ونتلقى الرسائلكم ونعيش مع بعض في مجالس العلم بنحب الحياة وبنحب مولانا وبنحب كمان الطاعة لان هي وسلتنا الحب مولانا ونفضل كمان عايشين في هذا المعنى اللي ربنا تضاري نفسي قلوا ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تعالوا ناخد اول سؤال مين معانا معانا السيدة امو عمر تفضل يا سيدة امو عمر السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعدين ما حضرتك يا شيخ انا متزوجة وزوجي معايا طفلان وبعد كده في شهر احداشر متزوجي خارج مصر وهو يعني برة مصر من كم سنة؟ من كم سنة؟ هو من كم سنة برة مصر؟ يعني ليه خمس سنين كده تقريبا طيب اتزوج عليكم وبعدين اتزوج عليكم وبعدين الحيني بالسؤال على طول يا امو عمر رح كتب لي رسالة في التليفون انتي طالت 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 كذا مرضى طيب امو عمر بعد كده اتدخلوا ناس يعني عشان يطلحونا هو طبعا خريج كل دراسات اسلامية سؤالي بس انت سؤالك على الطلاق ده وايع ولا موقعش انا اهلوة بس هو يعني فهمني قال عشان هو خريج مثلا دراسات طيب فهمني ان الطلاق ده لايقى اذا كنت حائب هجاوبك 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 يا امو عمر اولا انا مش هقولك الطلاق ده وايع ولا موقعش لان السيد زوج حضرتك لازم يكلمنا لان ما ينفعش كلامك انتي اما مسألة بقى ان طلاق الحق يقع او ما يقعش دي مسألة ما تخصهوش حتى لو كان خريج ايه الافتاء صنعة وما يكتفاش بيها فقط بان الواحد يتعلم مش بس كل اللي يتعلم يقدر يفتي لان الافتاء محتاج علوم وفهوم كتيرة لازم الواحد يعرفها نبتدي بيها الكلام بس ده لما نرجع لكم بعد الفاصل فاصل ونواصل اسئلتكم بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا اسئلتكم المباركة ولكن خلينا نقول يا جماعة مش كل اللي درس فقه يستطيع ان هو يفتي لان الافتاء ده صنعة محتاجين نسأل اهل هذه الصنعة محتاجين نفهم ان الافتاء حاجات كتيرة لان احنا كان عندنا اللي حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة الودع مية اربع وعشرين الف صحابي ما كانش غير عشرين صحابي بس اللي بيفتوا فمين يعني ايه؟ يعني مش كل حد اكيد الصحابة سمعوا العلم من رسول الله وسمعوا كلام رسول الله لكن مش كل اللي سمع العلم يستطيع ان هو يفتي المسألة صعبة وعشان كده اخونا زوج ام عمر واحدة واحدة لازم ترجع تاني وتسأل الناس ولازم ترجع لان ده امر من اكتر الاشياء للشرع فيها بيحتاط وهي مسألة ايه؟ مسألة العرض ومسألة البضع معانا ام عمر السيدة معمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ انا بقى لي 17 سنة متجوزة طيب وشغلها في القست من ورا جوزي طيب عشان هو ما بيديناش مصاريف ليه انا مش لعيالي ام يعني الاكل انا اللي بتعدى لوزعل معايا بيجيب اكل العيال وانا لأ لا حاول ايه قوة اللي الله وما بيجيب ليش مسألة علاج وانت مراته يعني وانت مراته او مراته فهو فبيجيبي الاكل للعيال وما جيبش الاكل لمراته ما بيجيبش او يا شيخنا وانا شغلها في القست بقى ليه 13 سنة من وراه شغلها في القست يعني بتشتغلك بتشتري حاجات وتبيعها بالقست او ربنا يا والله يبارك لك وربنا يقويت ايه اللي عايزين حاجة انا عالف مدارس لو عايزين حاجة دروس اي حاجة انا بسعدهم لبسي كده هل ده حرم ايه اللي حرام اللي انا بشتغل مثلا من ورا اول حاجة انت حضرت النبي قال المرأة خذي ما يكفيكي وولدك بالمعروف انت اصلا هو ما بيكفيكيش فكونك بتعملي عشان تكفي نفسك هذا اقل مما قاله صلى الله عليه وسلم اقولك ليه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذي ما يكفيكي وولدكي بالمعروف فسمح لها ان تأخذ من ماله بغير علمه لكفايتها لان دوت وكأنه واجب عليه يعني كأن الراجل ده ايه كأن الراجل ده عليه زكاة وممتنع عن اداءها ففي حاجة واجبة عليه ومش راضي يعملها مش راضي يطلعها فالاخف منه ان واحدة تعمل وتكتسب قطها من اجل الانفاق على نفسها واولادها لكن نصحتي ديكي اني حلوا المسألة دي عشان المشاكل ما تكبرش عشان محدش يجي يقول ان ده بيحمس حد ان الناس تعمل من وراء ازواجها الاشياء لا احنا بنتكلم في حالة خاصة زوج بيمتنع عن القيام بواجب الانفاق على زوجته تحافظ على نفسها وتكتسب من اجل الحفاظ على بيتها وعلى نفسها ولا لا بس في نفس الوقت الحكاية دي محتاجة ان يتم اصلاحها على وجه السرعة لان الوضع ده ما ينفعش يستمر لا ينفع ان انت تعمل حاجة من وراء ده ما يستمرش ولا ينفع انا اسف عدم النبل اللي هو بيعمله ده ما ينفعش فالحاكتين دول ما ينفعوش فمش هنقركم على خطأ فتعالوا انت عرفت ان المال اللي اكتسبتي ده حلال ولكن تعالوا مع بعض اللي حاصل وان اللي هتكتسبيه كمان هيكون حلال لو كان على نفس الوضع لكن تعالوا بقى نصلح المسألة دي نصلح المسألة دي لاني الله سبحانه وتعالى لا يرضى على هذا الحال لا يرضى ان راجل ما يقومش بواجب الرجولة ما يقومش بواجب الرعاية ما يقومش بواجب الحماية فهو لازم يقوم بكده حتى لو كان غضبان ده ما لوش دعب الغضب سوء فعلك انت لا يعني ان ان هو يمنعك حقك ابدا انت صاحب تحق عنده اه صاحب تحق عنده اللي هو ينفق عليك وبقول للرجال اتقوا الله في النساء ما يجيش واحد يعمل الكلام ده وبعد كده يقول هي ليه بتتصرف كده هي ليه بتعمل كده هي ليه اسائط لازم انت تراجع نفسك تتقل الله سبحانه وتعالى هي تعمل ايه يعني فلازم نتقل الله سبحانه وتعالى وخليك فاكر لو انت سمعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول وانت تعول هذه المرأة فعليك ان انت تنفق عليها نعم استاذ عاطف يتفضل ايه يا باسم تفضل يا استاذ عاطف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله يا باسم انا كنت حدرتك من جوز واحد انا طبعا انا طبعا يعني كلمة يعني طيب تفضل تفضل حاجة عاطف كنت حدرتك من جوز واحدة كماها عايز اسمه السامح طيب وبعدين واخد بال حضرتك وبعدين فجأت توفت الله يرحمه واخد بالك فالبادة ابنها بسكفية واخد حاجته خد حاجته يعني خد مراسه من امه اخد حاجة امه طيب وبعدين كمل طيب وبعدين نشوف وبعدين اسعادتك دلوقتي انا عايز دلوقتي وحداني طيب فانا عايز دلوقتي مثلا اجل من دار الافتة اتجوز من عندكم ولا اعمل ايه لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما بنجوز في دار الافتة طيب اعمل ايه دلوقتي يا بشر ولا حاجة خالص انت عايز تتجوز يعني اكيد معك ما تنفق بي وعندك ما تستطيع بي انت تتزوج ايوة بشر عندي شيء اجار يلا توكر على الله واسأل ارايبك يجبولك حد حد يمناسب ليك يكون مناسب ليك في سنك ومناسب كمان ليك في سماتك واخلاقك عشان ما يحصلش مشاكل احنا كبرنا على ان احنا نحصل مشاكل يا حاج عاطف ماشي استاذة زينب بتتفضل استاذة زينب طيب استاذ زينب بس اتمنى على حضرك اتمنى على حضرك بس ان انت توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون لو تكرمت اه ماشي حاضر كده سمعيني حاضرتك انا سمعك اي افاند ايلا وسهلا مع حضرك افضالي افاند كنت بس عايزة اتقالك بس اتوقعين بس افضالي انا بس معي معي يعني اخت جوزي وكده اه مالا اخت جوزي اما قولك معي اخت جوزي انا يعني باحتبارها زي والدتي وكده يعني طيب هي تبقى اخته كبيرة وفي نفس الوقت هو والده ومامته وبابا يعني متوفين طيب وانا بحتبارها زي والدتي اكبر من والدتي بس ما تبقىش تقول لها الكلام ده كتير يعني اعتبارها زي اختك كبيرة زي والدتك ممكن تتغير منك شوية تفضل يكمل او او اه فأنا يعني فألقيتها يعني انا فيه تقارب وكان منا فيه حاجات حلوة جدا جدا يعني وهي قويسة او او بعدين بس فجأة لقيتها بعد كده لقيت الامور بقت استبعيدة يعني لقيت الامور انا بقرب وود وهي تبعد عني ايه اللي حصل بقى مفيش حاجة حصلت مفيش حاجة حصلت هو ساعة الجواز فلقيتها كانت قاعدة في الفرح زعلانة طبعا عشان اخوها جيف ساعة التنجيب مقالهاش مقالهاش اللي في نفس اليوم طيب وبعد كده زعت الفرح اللي هو الفرح اللي كان بتائي كبير يعني طيب فلقيتها برضك قاعدة في فرح حزينة كده ومع نفسها طيب واحدة جن مش مبسوطة اه متضايقة حتى ما جاتني هنا برضك في البيت كان برضك متضايقة انت لسا بتجوزها قريب بقى انا بتجوزها اه بقالي بتجوزها كده بقالي حوالي سنة و سنة وثلاث شهور طيب انت عايزة انت عايزة نصحت ازاي ترجع علاقتك بيها زي ما كانت اه يعني انا وفي نفس الوقت انا اعتبر بكلمها على طول وهي ما بقيتش زال اول معايا طيب اسأليني سؤالي يا سيدة زين اسأليني سؤالك ايه بقى ما هو انا سؤالي في كده سؤالي هي بعدت لي اه اجاوبك يا سيد اجاوبك يا سيد واجاوبك سؤال كمان اضافي عشان انت واضح ان انت محتجال عشان خبرتك بص يا سيد زين هي عملت كده ليه لان في الحقيقة لما اخوه لما اخوها مقلهاش على معاد التنجيد هي حصل صار اليها شعور غريب ايه هو ان هي ما بقيتش على الشاشة عنده ما بقاش بيشايفها بقى شايفك انت بس او بقى حسها بان كنت خدت سندها لان والدتها ممتها ماتت واخوها دوت هو سندها وكانت بتحسن معاملتك عشان هي انت الطريق لقلبي اخوها فلما حصل الموقف ده قلقت وانشغلت ويبدو كمان ان هي ممكن تكون كمان ما تجوزتش مثلا على حاجة او ان هي موجودة لأي سبب فمسند على اخوها فحاست ان اخوها دلوقتي ما بقاش في ظهرها فتول الوقت هي دلوقتي بتفكر هي تعمل ايه فمين اللي اخد منها اخوها دلوقتي حضرتك تعرفي بقى تحسسيها ان انت ما اخدتش منها اخوها وما تخليش اخوها يغير نفسيته منها وما تحوليش تقولي لها تقولي لاخوها كلام يخليها بعد عنها هي لو اطمنتلك وحست ان انت مش اخدت اخوها وسندها بل بقى عندها اخت كمان تسنديها بيها هي ترجع زي الزمان ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه هو عدوة ومكان هو ولي ونحمي ايه اللي حاصل في الحقيقة انت مش محتاجة غير بس شوية ودي ليها وشوية طمأنة انت ست وعارفة ان الست لما بتحس ان هي بتفقد الامان او بتفقد السند ازاي بتبقى في حالة اكتئاب حاولي تحسسها ان انت مش جاي تخدمينها حد من غير بالله عليك ما تقولي لها الكلام اللي انا قلت ولك ده ما تروحش تقولي لها انا عارفة ان انت حاسة ان انا خدت اخوك انا ما خدت ما تقول لياش الكلام ده لو سمحتي اعملي ده اتصرفي بالطريقة دي لان هي ساعتها محتاجة افعال مش محتاجة كلام استاذ ايمان تتفضل تفضل يا استاذ ايمان حضرتك كنت تتكلم من شوية بتقول ان منفعش هاخد حاجة من وراء جزها الا بي استاذ ايمان ممكن تعالي صوتك لو تكرمت علي بقول لي حضرتك انت من شوية بتقول ان المنفعش تاخد حاجة من وراء جزها لا لما تقوله في العادي ازا كان اهم استني بس يا استاذ ايمان ازا كان هو مكفيها ماشي هو مكفيها وكل حاجة بس ساعت بتبقى محتاجة الحاجة وهو يقول لها لا تطلبها منه ماشي لما تطلبه منه ان ما تطلب منه الحاجة هو بيقول لها لا الحاجة دي ضرورية ولا مش ضرورية يعني ممكن تكون ضرورية ومش ضرورية هو تفضل بالنسبة له مش ضرورية لكن بالنسبة له هي ضرورية طب زي ايه مثلا زي مثلا عايزة دهب مثلا هي تشتري الحاجات التي يمكن أن تؤدي الغرض ومش لازم تبقى حاجات كتيرة ما هو بيزعل لما بيشوك الحاجات دي بيقول لا ما أنا بقول إيه ما أنا بقول هو تشتري حاجات على الأد مش لازم تتوسع في ده لأن الميكب مش كزء من الضروريات ولا حتى من الحاجيات ولكنه قد يكون من التحسينيات وقد يكون من الحاجيات لكن مش من الحاجيات التي تصل وتقترب من الضروريات يعني ممكن الناس تعيش من غير ميكب فعشان كده اللي بياخده اللي بناخده من وراء الزوج الحاجات اللي ما نقدرش نعيش من غيرها ما نقدرش حياتنا تتعقد قصد مدارس الأولاد اللي احنا الأولاد عايت تردوا من المدرسة وهو مش راضي يدفعوا وهو معاه فلوس فالحاجات دي لازم تكون في الضروريات أو الحاجيات التي تلحق بالضروريات غير كده لا احنا ممكن نستغنى ممكن نستغنى عن ايه؟ ممكن المكياج ده نستغنى عنه ما خدش فلوس عشان انا اجيب مكياج ليه؟ لان في الحقيقة ده ليس من الحاجيات ولا من الضروريات التي تقوم مقام الحاجيات ولا من الحاجيات التي تقوم تصل الى حد الضروري نعم مستاذ إبراهيم مستاذي يا دكتور مستاذي النور يا أستاذ إبراهيم أستاذ إبراهيم أين يا دكتور معي الصوت بس لايبدو ان انت بحتاج تتحرك شوية والله حضرتك انا عندي اه يعني مشكلة اتفضل اه حضرتك اه مكتول ومترفع بهاي عضائي وكده فللأسف يعني اه يعني اه جيت فى رمضانك اللي انت ضغير ومستن بنعمتها وبنخد ونختها رحيني اشهدوا زور يعني خلفوا الامين فهما شاهدوا هما الاثنين زور فى المحكمة اه يا فندم وهي رفع عليك قضية قضية نفأ ولا قضية ضرب قضية طلاق للضرر وقضية اه قيمة بالدهب طيب قضية ضلاء للضرر لان انت ضربتها مثلا انا ضربتهاس والله حضرتك اهليها جايين واخدينها من بيتي معززة مكرمة ضربة ايه تضعتاش فى ضربات الشارع يعني بيجي الزوجة التانية الزوجة الاولانية متوفية طيب وماء وفيه ولد طيب استاذ ابراهيم يسألني سؤال لو استاذ ابراهيم لو تكرم السؤال الزيه الناسنا معندي يعني الدين خلاص لان هما يروحوا للمحكمة ويشهدوا زور طيب انا اكلمك انا اكلمك انا اكلمهم وانصحهم ان الناس اللي راحت شهدت الزور ده بس عجبراهيم قضايا خلاف الزواج ده بتمنى جدا جدا قبل ما الناس تروح للمحاكم وقبل ما تروح ده تاخد الاساليب اللي ممكن تخلي الناس تعيش في سلام وتعيش في راحة وتعيش في سعادة مين الاشياء دي اللي مهمة جدا الناس تاخدها؟ حاجة مهمة جدا جدا ان احنا نذهب للحكماء وان احنا نروح للمختصين اما ان احنا وصلنا للمحكمة دلوقتي بنحظر الناس من نستخدم شهداء الزهور وشاهدة الزهور بيرتكب كبيرة من الكبائر وشاهدة الزهور ده وقال عيز بالله وكأنه بيغمس نفسه في النار وحضرت النبي وحذر من شهادة الزهور ثلاث مرات فشهادة الزهور دي والعيز بالله من اسوأ ما يفعله الانسان فلذلك نتق الله سبحانه وتعالى وشهادة الزهور دي تجعل الانسان والعيز بالله قليل البركة في حياته وفي ماله فلابد ان الانسان يبتعد عن شهادة الزهور بس نصحت لك يا سيد ابراهيم خلي الكلام مباشرة مع زوجتك وحاول تصلح ما كان فاسدا بينكم وانا مش هسألك هي ضربة ابنك اللي عنده 19 سنة في الشارع ليه لان مش طبيعي ان هي تروح تضرب ابنك في الشارع بدون سبب لكن واضح ان احنا محتاجين نفكر ايه المشترك اللي بيننا ونتكلم عنه لانه ممكن انت تكون اخترت حدك ما كانش مناسب ليك لكن انت ممكن تحس ان هو مناسب ليك او مش مناسب ليك لو بصيت في قديل مشترك اللي بينكم لان المشترك ده ممكن يخليك تاخد قرار ان لو اني لأ كان اختيار مش مناسب او الاختيار مناسب ممكن تعرف قرارك هيكون ايه انا رأي ان انت تفكر بطريقة صحيحة ورأي ان انت تستشير خبير قبل ما تكمل في كل اللي انت عتعيشه في الفترة القادمة لان الامور اذا وصلت للمحكمة بحسب خبرتنا في الارشاد الزواجي فيه اشياء كتيرة جدا جدا بتكسر محتاجين ان احنا نصلح هذا الكسر بتعامل مباشر يا رب جعلنا دايما يا رب عندنا حكمة وعندنا رحمة وعندنا خير يقوينا ان احنا ناخد القرارات الصعبة ونقدر نعيش بمددك ونعيش بانك انت تنظر الينا ونعيش بانك قريب منا وانك تساعدنا على كل قرار فيه الخير يا رب نعلم انك لطيف بنا فجعلنا ان نستشعر مددك يا رب العالمين حتى نقوى على ان نعيش بنور الاخلاق الحسنة ولا يكبرنا احد على ان نخرج من ساحتك الى ساحة انفسنا المظلمة وإلى ساحة الشيطان الملتهد يا عنا يا رب في حضرتك واجعلنا من اهل مددك واعننا على انفسنا واغسل قلوبنا من الحقد والحسد والانتقام واجعل قلوبنا مليئة بالرحمة والمحبة والبؤام يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين شكرا